اهلا وسهلا بكل استادى المشاهدين وحلقة خاصة جدا من برنامجنا الشهير اكلة ام دايما على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية كل يوم معانا طبق جديد طعم جديد النهاردة معانا اكلة سمك ولما بنقول سمك اكيد فيه هنا مواقف لطيفة ان احنا بنخرج عن المألوف لماشه رضة ولا زيته لمون ولا سنجاري معانا سمك اسمها اللوت سمكة اللوت دي بنت عم القروس او بنت خليتها زي ما بقوله الشكل واللون ولكن الطعم طبعا مختلف في السعر وفي الشكل هنعملنا النهاردة جزل صنية بالفريك والفريك بيحب الشريك بس مع السمك بيعديها معانا فريك اخضر وحنا عارفين الفريك مشتقات او الله الفريك مشتقات الامح الفريك مشتقات الامح الفريك معانا هوت هنعمله مع السمك الجزل صنية زي الفل ومعانا الجندفل اللطيف هنعمله النهاردة جندفل اسكندراني هياجب حضراتكم برضو بالكريمة والكرفس ولكن الاكلة السمك دايما بتحتاج بنوع من انواع المقبلات ياما طحينة ياما نوع صنعة يبقى في الواطح الشهية ومطاعم السمك شهيرة بالمقبلات جنب السمك انا النهاردة اعمل نوع مقبلات اسم متابل الفلفلة دي يرجع اصولها للمطبخ المغربي والتونسي والجزائري الفلفلة ازاي نعملها نوع متابل او مقبلات مع طحينة ودبس رمان واللازم منه تفاصيل النهاردة في اكلة سمك لطيفة وبقى قل تكلفة ممكنة ولما ما نجيب سمكة ده ما يخدش ممكن تستخدم البلت بنفس الطريقة تستخدم البور بنفس الطريقة بس طالما هنقول جزل تختار السمكة اللي وزنها كبير عشان تديكي جزلة محملة لحب تفاصيل في اكلة السمكة النهاردة وخليها سمكة النهاردة او اتروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل دايما بيسألونه في الفاصل وحضراتكم لازم تعرفوا الحاجات دي بيبقى عندنا حب الاستفسار يعني هتبدأ بيه عم الشيفة واي ست بيت نارده نفسها السؤال ده عندها هي دخلة تعمل صليت سمك ودخلة تعمل فيلفلة متابل ودخلة تعمل جندفلة فهتشتغل ايه الاول وعنا بنصحك لما تقف في المطبخ تستغل كل دقيقة تبتقف فيها علشان تستغل وقفتك في المطبخ وخاصة ايام الحر وعندك مسئوليات عندك اطفال بيذكروا وعندك اهتمام اهتمام بالبيت اهتمامات زوجية حاجات دي كلها فمش تقدي يومك كله في المطبخ علشان تعمله صنية سمك مادير صنية السمك بالفريك ماديرها على الشاشة ممكن نحط لها بطاطس نحط لها اخضار هنشوفها نعمل فيه بالزبط معانا سمكة اللوت دي متنظفة من البطن ومتشالة الصدف بتاعها ومعانا زي الفل هنشوفها دلوقتي مع بعض ومعانا فريك ومعانا بصل وطماطم وطوم وفليفلة ملونة وشوية حاجات كده اختياري ولكن الاساسيات سمك وجزل والبصل والطوم دول اساسي والفليفلة الحلوة معانا تعالوا نشوفها نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة بس انا بوسع للسمكة عشان هاتطحها بطريقة احترافية حالوا الكلام؟ طب الفريك نخليه فين يا عم ملاح تخليه انا عارفة بتحب انت الفريك قال لي ايه الفريك ما يحب الشريك مع الحمام بيحدد اقامته انما مع السمك دي حاجة جديدة هذه سمكة اللوت الجميلة الحلوة اللهم صلى على النبي تنظيف بالشكل ده كده نبص عليها كده ونسمي بسم الله نشير عرق الزفارة بسن الشوكة او بسن السكينة لحمها ابيض ولطيف السمكة لطيفة هي تمكن تعمليها على ثلاث مرات حسب عدد افراد الاسرة بس علشان حبايبي اللي عاديين بيتابعونه دولتها شيف مغازيتها هي بسمكة وزنها كام يا اختي ممكن تستخدمها على ثلاث مرات عادي اديل السمكة مع راس السمكة طبق شربة شربة اسمها شربة الصيادية او شربة صيادية اللي هي بالسمك وده وتحطي لها طماطم وسموها شربة صيادية لانها بتتعامل بالبصل والطماطم مع المركب والصياد بيستاطر وتاخد بقية السمكة تعملها على حتتين تقلل لصها وتعمل لصها صانية كده انا فصل طالك كأنك بتعادل ايه خروف مسلا حلو الكلام هنعمل السمكة دي مع بعض دلوقتي هستغل الزعانف بتاعتها هشيل الديل كده منها واعلمك حاجة حلوة لما تيجي تشيل الديل او طبعا دي ما تروحيش للسماكة تشتغل فيها ادي الديل طلع بكل سهولة نيجي على الراس الحلوة دي كده سكينتك حمية نقطعها كده بالراحة ونجي هنا كده اهي اللهم صلى عنها بتطلع ايه تمام الله ينور معايا الديل ومعايا الراس ونجي هنا مع بعض حبيبي المصورين الاسادزة المصورين فرسان التلفزيون معايا حل على النار بتغلي فيها بصل فيها كرافس فيها هتوم فيها عدكس برها خضرة فيها شوية بهارات حلوين هحط الراس معايا الديل كده واسبوه مع النار الشربة دي بعد ما تغلق على النار لمدة ساعة بعد ما تغلق على النار لمدة ساعة ممكن الشربة دي جبوها يا شباب اه حاضر يا فان يا مساحة الشربة دي ممكن ان احنا بنصفيها وناخد البيون ده نحطه في كياس تستخدمه في اوقات كتيرة عايزين بنعمل سمك بنعمل شربة بنعمل رز كحاجات دي كلها كأنها شربة جاهزة عندك يعني خلصتي بتاخد الشربة تصفيها بمصفة نعمة وتستغل لها اسم البيون او الديمجلاس بتاعها نيجي لبقية السمكة معانا زي الفل لهاية تمام شكلها لما تديلت قطع والراس احنا مش عارفين بقى اروس لوت وقار همور الدلائل بتاعتها تشالت هنبدأ ان احنا نقطعها مع بعض جزل نيجي الجزلة كده الجزلة تعمل اتنين سنتي تقريبا اه او سنتي ونص شبت انا بحددتها ازاي اه بالسطور كده اه 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 تستخدمها كلها يشيف عادي تستخدم نصة يشيف عادي اه انا اقطعها كلها مع حضراتكم عشان اعلمك ازاي لما جوزك الصياد يستاد سمكة تعرف تقطعيها اه حددتها كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر رقم زوجي اللهم اصلى على النبي محظوظ حلو الكلام بالشكل ده كده زي الفل اقوى في حياتك بقى تضيع وقتك وبالسكينة وبعد ما تطلع من المطبخ تليه مقبض ايدك ده مش عارفة تسلمي على قريبك ولا على حبيبك ليه انت استخدمت السكينة غلط فانا فرصة وانا معاكي تستخدمها صح اول حاجة انا حددت المكان بالشكل ده كده اه كل اللي انا بعمله ايه بجيب السكينة بتاعتي دي كده واحطها هنا كده واجه على ضهرها كده حلو اه حلو كده اه السكينة بتنزل علي ايه عالسلسلة بتاعي بتاعي خلص بتاعي كالي باك لو عندك طفل نايم ولا حاجة سامحيني جوزك يا جزا النهاردة من الشغل يقولك بتعملي ايه لولو الف هنا اه اه لما تصحى من النوم اعمل لك مفاجأة اه دي كبيرة شوية ننزل الساتور فيها عشان تجيبي الايه البتاعب اه حلو اه شفت ازاي بالسكينتين بنلعب اه مش لازم بقى تروحي للسمكة يقطعها لك ارجوك عشان ما خشش في تفاصيل كتيرة انت جيبت السمكة بايدك قطعتها اه مش هياخد منها حتة ولا حاجة يعني نضافة انت اه كل حاجة تحت ايدك زي الفل انا نبدأ نقطعها مع بعض بقى كده اه دي ما تقطعتش ليه حل نقطعها كده اه شير السكينة دي من هنا ونبص للشيف قطعها ازاي اه 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 بالسهولة خالص مش لازم تروح للسمكة ويقطعها لك اهم حاجة اني انا جيت عد السلسلة بتاعتها الصعبة وقطعتها بالشكل ده كده عدك سطور ما عندكش هاتي ايد الهون اللي جاي مع التجهيز العروسة خلي بالك بيجيبوهون دلوقته لما بيجيبوش بيجيبوه كبة وخلات صح؟ لازم الهون يتجاب الفاص التوم لما بيضرب في الهون مع الكسبرة والكمون له طعم تاني وطبق الفول خلي بالك اه السمكة دي زي الفول اه تمام عند السمكة جاهزة متقطعة بشكل حلو بشكل احترافي ناخد نصها بقى نستخدمه زي ما احنا عايزين حلو الكلام لغير دلوقتي خدنا وقت في طاطع السمكة تعالوا مع بعض نشوف هنشتغل ازاي بنجيب كسرولة اللهم صلى على النبي والله ممكن استخدمها كلها شوية منها ايه رأيكم ناخد الحتة الحلوة دي كده نحبها انا الحتة دي وهنا كده الجزل دي الله ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي الله الله اه الله اه الجزل ده الاقتصانية بالفريك والجزل التالي ده ممكن يتقلق نشيل البلانشة باللي عليها ده كده ونخليها ورا ونشوف هنتابل دول مع بعض ازاي واحدة واحدة اللي هنشغلينها حلو هنتابلهم ازاي مع بعض يعمل شيف حلو معانا توم معانا فلفل حلوة معانا عصرة ليمون هنتابل السمك الجزل نقف محطة هنا سمك الجزل ده ممكن يكون وقار ممكن يكون همور ممكن يكون قشر بياد اخوانا في الخليج وفي السعودية وفي الكويت وفي الامارات قشر بياد والشعور بيحبوه حلو اه نحط التوم بالشكل ده كده الفلفل الحلوة بالشكل ده كده حلو عصير ليمونة عليها كده مافيش للزفارة مكان بينا شوية الملح الحلوين بتاب لنا السمك ده على فكرة ممكن يتقلي يعني بالطريقة دي ممكن برضو نقليه عادي البهارات بتاعتنا كمون كوزبرة طالما بنعمل صانية فيها افريك الكمون والكوزبرة اساسي ممكن شوية كركم حلوين كركم مفيد للجهاز الهضمي ينشط الجهاز الهضمي وخصطة من الكبد فلفل اسود الله ما صلى على النبي تدبيلة كده من بين ايدي كنت كده وبرغبتك حسب الرغبة يعني حالو عشان نبومشين مع بعض كده الجندفل ده هنعمله على فكرة صانية دلوقتي او هنعمله بالخضار هنشوف نعمله مع بعض ازاي عشان برضو حبايبي اللي جايين متأخرين هيقولوا ايه اللي تشييف جايبه ده الصانية على النار شغالة هنتبل السمك ده كده حلوة تدبيلة دي اه خدت لون السمكة زي الفل احنا الغاد كده زي الفل مع بعض هعمل ايه في نفس الصانية اللي بتسخن على النار بحط فيها زيت خلي بالك بقى ده زيت هوت شوية كده حلوين مع مكعب زبدة مع الزيت ده مكعب من الزبدة اه حال ممكن نحط زبدة زي دي كده سايبة مفيش مشكلة اه تمام هنعمل ايه عم تشيف هناخد السمك الحلو ده كده ونبدأ ان احنا نحمر السمك ده تحميلة حلو اه واحنا مع بعض اه انا عايز مكان تحميل السمك انزب البصل والفريك يوم الفريك ياخد طعم السمك اه الله الله على الحلاوة الله على الجمال اه زي ما انا شغال كده اه اه حال ونسيب دول في النار وربنا يكفينا شر النار ناخد الفريك ننزل بيه في التدبيلة مكان السمك اه الله اه اقلب الفريك ده عم تشيف مكان تدبيلة السمك اه واجهزه وحضره الفريك اللي اخدر بيجي من السنبولة الامح قبل ما بتستوي وهي لسه خضرة بيتحسد ويتعمل فريك يعني الامح من الاخر بتلوها حباية خضرة كده هي لسه ايه منشفتش ده الفريك اه اما البرغل اه بيجي من الامح الناشف او الامح الصلب او الامح المستوي برغل ناعم وبرغل خشد اه زي الجريش كده في دول الخليج شربة الجريش اللي هو الامح المجروش ليه سموها جريش لانها بتيجي من الامح المجروش ايه يا شربة الجريش امح مجروش بتاخد شربة لحب تغلط تغلع النار ولازم يكون شربة لحم. لحم ضاني بالزات كمان. حالو الكلام بيحبوها جدا في الخليج. دي شربة الجريش. ده الفريق جاهز معايا. بننزل عالفريق ده. ببصلة يا نعمة. فصلتهم حلو. ونقلبهم كده. شفت المدرسة المغازية بتقول لي بقى اه ده فريق. حطيت عليه بصل وتوم ومكان تحمير او مكان تدبيلت السمك. يا مي ازاي? ايوة زكي شيف. اهلا وسهلا يا مي. اهلا وسهلا يا مي. اهلا وسهلا على الكوكيز. الكوكيز بس كويتي الكوكيز. حاضر عناية. احنا عمالناها قبل كده ونعمله تاني. حاضر. ايه راك في السمك اللي انا بعمله ده يا مي. يا مي. طيب. تعالوا مع بعض. احنا شغلين دلوقتي ازاي الفل. عارفيني حماشين ازاي? دي مدايقكم الاحسان زي المصورين في حاجة. نشيلها من هنا. انا عايز الصورة ببان كده واضحة. اهو. عينية. اهو. بس خلونا الاول نشوف اللحظات الجميلة للسمكة الحلوة دي كده. اهو. الله. في خير هنا مكان تحميل السمك. في قلب الصينية اهو شفت السمك اهو. اهو. اوة في حياتك تنزلي بسمك تحمر في صينية بردة. لازم تكون الصينية سخنة. عشان كده انا بسخنها على النار قبل باشتغل. اه. لما بيقولولي فاضل عشر دقايق على الهواء. بسخن الاواني الطهي قبل الشغل. انت نفس القصة في المطبخ اهو. حلو. هعمل ايه اعمل شيف? طيب نطلع فاصل عشان في حدوتة في حكاية هنا. وفي هنا اه تفاصيل والتفاصيل دي هتودينا لطعم جديد وشكل جديد. بنعمل صينية سمك جزل بالفريك. وقال ايه ما يحب الشريك. اهو هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيرة والمعنى كبير والطعم جديد مع اكلة سمك النهاردة. اكلة السمك دي مشترياتها كيلو من الجزل. الجزل ممكن تكون جزل بوري. وزن كبير الحباية تعمل بستمائة جرام. ممكن تكون جزل بلتي. جزل همور. جزل سمكة اللوت وقار. الشربيات. السمك اللي عندي. دراك اللي هو الكنعة زي ما اتعايزة. انا السمك هنا بيستوي في جوسي. في تدبيلة في طعم في راحة حلوة. وانا سايبه بيستوي تلات تربع سوى. ده كزا عشان الموضوع مهم جدا. هنسيبه على النار كده ونقطع شوية حاجات حلوين مع بعض. ارض فلفل حلو زي ده كده. فلفل احمر ده كده حلو. بيدي للصوان والتواجد. بالشكل ده كده. هنخلوهم معنا. معنا بطاطساية حلوة. انا بعشق البطاطس اللي جوه الفريك على فكرة. بتبقى مستوية كده وبتخلي الواحد يبلع معلقة الفريك. والفريك ده يعني لازم يكون فيه حاجة معا خضار. خلي بالك. لان الواحده كده الواحد بيأكله بيحس ان هو ايه بياخد وقت كده وملوش طعم. تكلم الصراحة يعني. ولازم يتنع كويس بعد ما يتغسل مرة واثنين وثلاثة بتحطيه كده في شوية مية سخنين وتسيبيه شوية. يتحضر يعني من الاخر. يبان زي ما ومعنا كده مخرجنا الجميل واساسات المصورين حبيبي. الفريك ما يحب الشريك اهو. بقطع مع بطاة صية. بالشكل ده كده اهو. لسه ما خلصتش انا. واحدة واحدة كده اهو. هناخد السمك بتاعنا الحلو ده كده. واحنا شغالين اهو. حلو اهو. هناخد السمك كده. نشيله من قلب الايه? الصينية اه. انا عارف انتو شطار. كله دلوقتي بيقولك كشيف المغازة هيعمل ايه اهو السمك اهو معايا. شفت الجزدة دي كده. ايه ركت جيب الجزدة دي كده. هبسكالك حلو اه. ايه ده? ايه الحلاوة دي? اه. اه. اه اه اه. اه اه اه. اه. ده هي جاهزة الله اه اه اه. حال اه. اه. ده السمك جاهز اه 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 اه. حال اه اه. مكان تحمر السمك كده هنشتغل دلوقت اهو 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 شفت بس هو ده اه خليك منابي باستاذ ومدرسة وغيسكس بحط مكعب زبدة الله اهو يجري في قلب الصنية كده واسيبه حل؟ اركزه معي واخد الحاجات الحلوة دي كده اهو دي بطاطس تطعمه وكعبات اه كل ده مع بعض يعمشي تقليبة حلو تقليبة ايه حلوة عشان الانسجام اه اه شفت الجودة اه صنية السمك دي بهديها لكل بيتابعوني على السوشيال ميديا وبيتابعوا صفحة اكلة امي وبيتابعوا الصفحة الرسمية للقناة الاولى وبيتابعوا صفحة الشيف المغازي اه بيشوفوا عليها الحلويات اه شفت البصلية مع التومة نتيجة تحمير السمك نزلنا بالبطاطس نزلنا بالفلفلة الحلوة بالشكل ده اهو ده زي الفل هننزل بالفريك الله اهو كله في الصنية اهو 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 دي مدرسة الفريك هنا اتغسل مرة اتنين تلاتة وسبتو شوي على جاب مدة نص ساعة بعد كده مكان تدبيلت السمكة قلبتو نزلت عليه ببصلة نعمة وتومة زي ما حضراتكم شايفين ونقلب اهو انا شغال اهو انا عارف انك بتحب الحاجات الحلويات دي اه شوفيه اه البطاطساية مع الفريك يقوم الواحد يلاقي حاجة طريه في المعلاء مع الفريك اه فريك ده انا محبش اكله لوحده ابدا خلي بالكم اه لازم يكون معاه بطاطس او خضار ولتكن كوسة بطاطس جوا الفريك كده بتخليه طري والمعلاء بتبقى لطيفة وجميلة اه بتبقى سريعة المضغ والمضغ مرحلة اولى من الهضمة وكل ما مضغنا الاكل جيدا كل ما الاكل اتهضم جيدا شوفت انا شغالة واحدة واحدة ده الفريك ايه راك في الصورة حلوة دي كده ممتعة دي لوحة فنية اه قال ايه الفريك ما يحب الشريك اه زي ما انا شغال كده نرجع نرس السمك على وش الصيني واحنا مع بعضا تقدر تعمليها النهاردة على فكرة نعم سامع كنت بتقولي والله انا مش اقعد معاكم بس سامعكم بتقولي طب انا جيب سمكة تلوت من ايه بالبلت يا ام خير ما زرعنا جيبي وزن الحبة نص كيلو وتعمليه بنفس الطريقة تشيل الراس تحطيها في الحلة زي ما انا عملت دلوقت والديل بتاعها وتاخد بقية السمكة تقطعها جزل وتشتغل فيها زي ما انا شغال كده اه وعملت الصينية الحلوة دي كده بالسماكة البورتي ممكن البوري ممكن البوري بس الحسك بتاعها والشيوك هيبقى كتير قوي اه شغلين حلوة كده تمامي عم الشيفة عندي شوية كرافز بحطهم هنا ده كرافز فاكرين ولا فكركم اه فاكرين اه الحلة دي كانت معانا فاديل السمكة فيها معالم السمكة فيها امارة السمكة اللي هي الراس والديل مغلية مع بوكي جارني يعني الشربة دي شربة سمكة اه باخد منها كده وحط هنا اه زي ما انا شغال كده اه دي مدراسة اه حلوة اه يا فندم اه 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 كرافز والطعم ده اه شوية الملح الحلوين شوية البابريكا الحلوين شوية الكمون الحلوين رشة الفلفل السود الحلوة زي ما انا شغال كده واقلب الخريط الحلوة ده كده عم مش شيف اه لانا عندكم برا ناشفة حلوة قوي مع البطاطس والفلف حلو نقلب دول كلهم مع بعض ركز معا بقى في اللي جاي عشان ديت ركاية عشان عندنا شغل كتير اه زي ما هي كده يا غالي اه اه زي ما هي شوف الحلاوة شوف الشقاوة اه 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 شقشقها نسمها سخسخها دلعها اه 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 خلص الكلام انا مش هشيلها من النار صبها كده والنايلا بينا نروح بس نروح حواليها عشان الصورة تطلع حلوة اللي جاي بعد كده صدية المتابل او متابل الفلفلة الحلوة حلوة النار عندك الفرن جايز درجة حرارته مية وتمانين اللي هيقول لي دي هتتحطي فين في الفرن هبعتها له مجانا خدمة التوصيل مجانا اللي هيقول لي دي هتتحطي فين في الفرن هنبعتها له لغاية البيت مجانا الله عليك الله عليك هو ده صح شافيه قال ليه في النص ده عشان النار تحتويها تحت وفور واي عود كده ايه زبطها كده حكاية انا بالامانة لو الصينية دي قدامي ايه الصورة الحلوة دي دايما نشوفي المغازي صاحب مقولة الصورة على شاشة القناة الاولى تعني مليون كلمة ولكن الصحافة تقول تعني من الالف كلمة انا بقول مليون كلمة ليه صورة واضحة نقية فقى تفاصيل بنخش جوه التفاصيل 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 كمان اقول ايه الحلوة دي ايه الحلوة دي الفريك من تحت ملوش خلاص اتهى فين يا عم ده فيه سمك يا باشا فريك ميل اهو انا خط اندخلها الفرن يلا بينا انا عجبني اهو في القصة دي الشوية البطاطس عجبنا قوي الشوية البطاطس اللي جوه التفاصيل انا هاكل الفريق مع البطاطس واسب السمك ده للضيوف هناخد الصينية الحلوة دي كده زي ما هي كده فيها من خيرات الله خلي بالك دي سخنة وشيلها براحة اهو متتشغلش بالتليفون عشان دي فقى مستقبلنا ونحطها كده في النص ويلا بينا اه جاي معنا ايه ده الصورة تصبك الحديث خلينا اطلع فاصل صغير مع صورة لطيفة جميلة فها تفاصيل كتيرة فها خبرة طوية ونرجع نشوف مع بعض هنعمل ازاي في لفلة ملونة طبق مكبلات جميل مع تحينة في لفلة ملونة مع تحينة هنعمل طبق مكبلات هو عدل السفرة بتاعته اهو هتروحوا بايه تتابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عدل السفرة النهاردة معانا جندوفل اسكندراني بالكرافس والكريمة ومعانا صنية سمك بالفريك بتغنينا عن الرز الصيادية او مكارونا السمك هي الصنية لوحدها اكلة بس عايزين طبق مكبلات وانا ضد الترشي في ايام الصيف نشتري من برا خلونا في الشتاء ماشي في رمضان بس غعملوا المكبلات في البيت معانا في لفلة ملونة معانا بصل ومعانا توم معانا طحينة ودفس الرمان وشوية حب تعالوا نعمل طبق مكبلات اسموه متابل الفلفل متابل الفلفل نشوف نعملو مع بعض ازاي متابل الفلفل ليس الجندوفلي متابل الفلفل فلفل اه حاضر يا فاهم اه اه يلا اقطع الفلفل انا عايز اكسب وقت اه هو ده اه اه ده الفلفل يتقطع بالشكل ده كده حالو معانا صنية على الندار بتسخن درجة حررتها عالية جدا حال فلفل احمر كنا زمان نتصور معا سلفل دلوقتي عند الخضار زي الرز بتاع الخضار اه الحاجات دي كنا نشوفها زمان نقولك دي جاي مستورادة السروة الزراعية عندنا ما شاء الله فلفل الوان طماطم شيري الفكهة شتا صيفتي لاقيها بالوانها المشمش كان بيقعد شهر ويختفي دلوقتي بنشوف المشمش في كل اوقاته واشوفك في المشمش المادرة على الشاشة في لفلة ملونة زي الفل حالو الكلام معايا كده زمائية بحط عليها بصل بحط عليها توم بحط عليها في لفلة حلوة معانا صنية شديدة الحرارة على النار اهو حل كل ده مع بعضه واخد الصانية الحلوة دي كده حطيته انا حطيته انا اه حطيته اهم كمان عشان نحيي النسيان يلا عليك اهو ده ناخد الصانية دي زمائية كده يلا بينا يلا بينا على بلد العشق اهو ده اهو يلا اهو ده اهو يهو ده بقل في قلب الصينية اهو ده اه في انسيابية في المهلبية ايه الحلاوة دي اهو ده مبسوط يا سامحك شوفت انتشكيلة دي هيا دي اتسباع ده اهو في الصينية شوية في الفرن تتشوي هو ايه المفروض اخواننا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب بنوجل لهم تحية كبيرة لطبق الفليفنة الحلوة دي كده بتعمل ايه عم تشيت الفلفل بيتشوي احنا متتكلم على المطابخ ومدرس كل بلد الفلفل ده بيتشوي بعد ما بيتشوي كله على حدة بيتحط في كيس نايلون ويتقفل الكيس جامد يقوم البخار ونتيجة اتقفلان الكيس يتطير يبصل للاشرة نقشر الفلفل ده وبعد كده ناخده متقشر نضحطه في الكبة مع طحينة مع فليفلة حلوة وينضرب في قلب الخلاط وتبقى ايه متابل الهريسة او متابل الفلفل الحلوة بناخد منها بنحطها على البستيلة بنحطها على شربة الحريرة بنحطها على الكسكوسي بنحطها على المغربية وهكذا ولكن انا سريعا وانا دايما ايزي بيزي السهل البسيط خدت الفلفل التعطاة بالشكل ده كده مع التومة مع بصلايا مع الفلفل الحلوة وحطتهم في صنية شديدة الحرارة مع زيت زيتون على النار اللي انا هيسلي هنا شوية ملح واسبها تتشور اه حلو ونخش علي بعده ده انا بكسب وقتي علشان نشوف كل التفاصيل الصنية زيما هي كده هتدخلها الفرد اه حلوة اوي ايه الحلوة ايه او ركز صنية السمك مطلعها هي استوت ايه عينية اهو اهو عينية اهو عينية اهو انا عارف تتحب الحاجات الحلوة اميلها لك ميل يا غزيل ميل ميل اعمل لك تبولة هو ده اهي اطلعها مع بعض يلا هينية اهو اللهم صلى عن النبي يلا اهو ده والصورة الحلوة لما بنقول تعني مليون كلمة على شاشة القناة الاولى مش من فراغ الخبرة التهوية هي اللي بتقول الكلام ده هناخد الفلفلة الملونة ندخلها الفرن نشويها حلو ايه عشان نعمل الجندفل الله زي ما هي كده يلا اراك تجيب الصورة الحلوة دي كمان اشوفيه بعد اذنك حبيب هارتي حبيب هارتي اللون الاحمر مع الاخدر مع الاصفر اوه ده مع زيت الزيتون مع التومة مع البصلة اوه اوه ايه ايه تشوي ايه ايه الحلوة دي ايه الجمال ده فورسان التليفزيون المصري من الاساد زي المصورين ايه ده بيتشوي الفول الفلفل الفلفل بتشال بزرو نضيفه زي الفل تمام هيطلع من النار من الفرن هنحط له دبس الرمان والطحينة يتحطوا عليه ونضربه في الكبه بقى المتاب الخلص كده تاني هيطلع من الفرن بعد ما يتشوي بنحطه في الكبه بعد ما يبرد شوية عشان ما يتكسر للكيش ولا يبوز السكينة بتاعت الكبه تحط عليه تحينة وديبس الرمان كده الطعم المزبوط احنا حطين توابلنا وينضرب في قلب الكبه يبابوريه هو سخن مع طحينة هتسبيه يبرد شوية وتغرفيه في قلب الطبع زي الحمص والمتابل كده حاجة لطيفة جميلة تاكل سوابعك وراها نرجع لصريت السمك اللي فعل خبرة طاوية ولما بقول تفاصيل صغيرة معنى كبير وطعم جديد بقى أقل تكلفة تقدر تستخدم الجزل دي تبقى بورتي من خير ما زارعنا بوري من خير ما زارعنا أي نوع سمك ولكن يفضل السمك اللي مفهوش حسك كتير اللي هو الشوك الكتير عشان الأطفال وكبار السن اللي ياكلوا منها تعال نعمل طبع الجندفل مع بعض طاصة بتاعتي بتسخن على النار بحب دايما النار بتاعتي تبقى قوية يقولك تضرب الحديد هو سخن طاصة بتسخن ونحط فيها معلقتين من الزيت الأول هقولك على تفاصيل في الجندفل دي عشان تمكن تشتري الجندفل وتشتري السمك وتجيب جنبري وتتعب طول النهار ووقفة في المطبخ والله بكلمت جد وتيجي حبيت جندفل واحدة بس غلطة فيها أو الراجل اللي بيع الجندفل ما يبقاش قاصد يعني بيبقى واحدة مقفولة ميتة بيبقى من جوة فيها رملة سودة وربنا يكفر شرها دي بتبواز لك الموت بتبواز لك الأكلة كلها تما تخلي لك الشربة حكاية ما تتشربش مسممة فمهم جدا الجندفل ده يتفتح واحدة واحدة آه يتفتح واحدة واحدة ده مهم جدا آه وتشوف الفص فيه زي الفل كده حي تمام تطلع منه الرملة ازاي لما تجيبيه بتحطيه في شوية مية بملح يبخي لك الرملة أو إنت في اسكندرية أو في البلد السواحلية بتجيبه شوية مية بحر تبقى المية اللي فيها اليود بتاعه بتحطيه في قلبي المية بتخلصي من الملوحة اللي موجودة فيه والرملة اللي موجودة فيه بيبخها عشان هي لما بتقفل ما تقدرش تفتحها غير لما تموت بعد ما تموت وتفتحيها تقدر تخسليه مرة واثنين وتلاتة ده بالنسبة للجندفل معانا الجندفل معانا طاصة شديدة للحرارة بنحط في الطاصة دي مكعب زبدة بصلايا نعمة فصي توم نعم وهناعمل شوية جندفل سريعا كده أسهل من عميل الشاي بجدة شيف اه والله كأنك بتعملي كباية شاي لجوزك بصلايا راحت مطرح ما راحت فصي توم ونقلمهم كده ما تستنيش عليهم لما يتحمروا لأن دولة هيخش جوه حباية الجندفل فلازم أطعامهم شوفوا بقى التكنيك هنا وشوفوا الخبرة التهوية لما بتلعب دورها أنا بخدم على البصلايا والتومة لأن البصلايا والتومة دول تدبيلة وشغل عالي واخدم عليهم بجرد ما حط الجندفل الجندفل هيقفل على الحاجات دي كلها فتبقى واخدت تدبيلة ما تدبيلش بعد ما حط الجندفل ليه؟ لعل تحط ملح ينام في حبات جندفل واحد لأنه كله ده متفتح حطت شوية كمون تحطه في واحدة بتوع واحدة في حظ جوزك في حظ حماتك بتاكل فلفل وكمون في قلبي هتقولك تؤمن عليك لتجري وانت يعني مظلومة ما تحطت تشييف معلم كيش انت خلاصة من توابلك وخلاصة من كل حاجة مع البصلايا البصلايا والتومة مع زيت زيتون وزبدة وانتبقى لها بالإيه؟ ده كرافس مع كسبرة حالو الكلام؟ واحدة واحدة كده وحشغلل مع بعض معلقة فلفلة حلوة فين الفلفلة؟ حلوة وتبّلها كده بالملح والفلفل دي المدرسة المغازية اه شوية بابريكا شوية فلفل سو شوية كمون واعلبهم كده الله هي دي الكيشنا بتاعتها بي الخلطة دي اه اه الجندفل عايز يقطير في النور بقعان الله يكون تستوقع اه تركز معايش الموضوع ده مهم جدا اه زي ما انا شغال كده اه شفت الخلطة دي اه قوة حمار البصلة والتومة تاخد لون منك ازعل اه انا عايز التعمي ده اه لسه ما خلصتش ليمونة يلا مع السلامة والقلب دعيلك نقلب الله على الريحة الحلوة ننزل بالجندفل بقى واحدة واحدة واحنا وافلنا السلة كده اه بسم الله الرحمن الرحيم اه ايوه وبعد انا هنا شغال عيني على كل واحدة بشيك ده مهم جدا على فكرة بصي كل ما تضيع وقت وعينك تيجي على حبات الجندفل انت في الامان لان زي ما قلت لحضرتك كنت تكون عاملة اكلة سبك بكلفاكي بصروف الشهر كله وعملة سبرايز لولادك وجوزك حباية واحدة من ده تبوز المود وتبوز القعدة وتبوز المزاج الشربة هتبقى وحشة عاملاهم فصانية ومجرنشة بيه هتبقى وحشة لا تتاكل ولا تتشيرك اه اه الصوت حلو قوي ده عامل زي صوت الفلوس هو نزلة من المكانة بتاعت المكانة وواحد بحط الفيزا وينزل فيه صوت الصوت ده بحبها وعنك بيوجع القلب اه بيوجع الجيب كمان اتحكوا اه انا لازم اهزر وانا شغال ولو ما اهزرتش وانا شغال ما عرفش اشتغال لان ما فيش معايا كاس تيرا واسمع قلية حلوة اه حل انا اقلب اه انا غاولة ما وقف في المطبخ لازم ازبها مزيكة شوفت الجندفلة اه الله اه لسه هتفيد دلوقتي مش هتكريمة اعرفت ليه انا تدبلت البصلية والتماء خلاص اه تعالي بقى نص هتلعي منها فخلاص ارا كده باكل التدبيلة جوه الفص الجميل الحالو ننزل بقى ايه عم تشيف ننزل بقى بقى بست الكل اه كريمة بس خلاص حل ونقلب وشوية شربة شربة السمك اللي عندنا عشان يبقى عند شوية شربة حلول من الجندفلة اه شفت الشربة انا فعيتلي ازاي اه 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 هترمي الحاجات دي خليها خلي بالك دي تستخدمها في حاجات كتير قوي اه يعني احنا بعد ما نخلص هنصف الشربة دي ونشيلها في كياس نخلىها عندنا في الدف فريزر نستخدمها وقت ما نحب بنعمل صنية سمك تانية بنعمل شوية رز بالسيادية الميادير يلا او انا شغال ايه رايك يلا عليك اه 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 شفت الحلوة اه الله اه شفت كومت الف انا اه بقلوه شخصية معلتين كريمة لباني بيضيفو شخصية للجندفلة اخواننا عالسوشيال ميديا اضافة الكريمة اللباني للجندفلة في حالة التاسوية يضيف مزاقا قيما ورورقا اه الله على الطعم لا والله لازم ادوه ادوه الطعم ده جد 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 جميل جدا يلا اه الحمد لله احب اون الصوس دى علي فكرة حكاية ممم ها نغرف ده بعض المطاعم وبعد السيدات بيحطوا معاها معلاءة طحينة بدل الكريمة اللباني وده اختياري معلاءة طحينة بدل الكريمة اللباني وده اختياري نغرب في الطبقة ده كده يالله بينا اه جاهز بسم الله الرحمن الرحيم بتعزب السوس ده مايتسابش اهم حاجة التركاية الاولى البصلاية مع التومة خدمت عليها صح طعما ولونا وكل حاجة وتسوية نزلت بالجندفل ما اخدش دقيقتين اه زي الفل عمشير تعالوا نطلع المتابل بتاعنا انا اضربه في الكبه ممكن نشغل الكبه واحنا ايه بنخلص عادي عشان ما تزعقش حضراتكم اه حط الكبه انا كده بس حضراتكم عرفتوا التفاصيل الفلفلة بتتشوي في الفرن هتتكسر الخلاط هيسيح ايه حلو يلا الصورة هتعني مليون كلمة اهو 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 تعالوا مع بعض الشي في المغازة هيقولي بقى انت لو خدت الخضار ده وحططيه دلوقتي في الكبه يا امي يا اختي يا عروسة يا جديدة هتدي عليها بعد ما تضرب الخلاط مرة واثنين هنا ده بلاستيك وده هتسيح والخلاط يبوز منك والسامولة او البلية اللي بتشتغل على الخلاط مش هتشتغل تاني الكلام ده بيحصل معنا واحنا بنتعلم والحسن بيحصل لغير دلوقتي فانا عايز اطلع من موضوع التسخين ده تبريد مفاجئ اعمل ايه اعمل زي ما انا هعمل دلوقتي دبس الرمان ينزل عليها مرحلة تبريد اولية حلوة اول تمام الطحينة تنزل عليها مرحلة تبريد تانية اه شفت الحلاوة دي كده اه عصير لامون ينزل عليها حطها في الخلاط بقلبي جامد وعلى مسلويته ولو بعض الخلاط العنوان بتاعنا معروف مازبيرو مازبيرو على الكورنيش مابنى مازبيرو معروف في كل نحايا العالم عالم من الاعلام كلها تيجي تطالبي سابقا الخلاط مني هناخد كل الخلاط ده نضربه في قلب الكابر واحنا شغالين مع بعض اه عادي انتو لو عايزين تخلصوا الحلقة انا هحط ده في الخلاط واضربه بس هي فيها الملح وفيها التوابل وكل حاجة اه اخليها كده اجاب الخلاط عشان ايه مغرقش الدنيا اه بس اه كل ده مع بعض الشوات البيون اللي نازلين دولت حكاية هما اللي هيدوا للطحينة قوامة زيت الزيتون مع عصير اللامون مع مية الفلفلة كل ده في قلب الكابر طبع المقبلات ده حكاية هتسيب كل حاجة وتكليل مع العش البلدي المقرمش الناشط المحمص حكاية اه جيبي كيس عيش شامي الطعيمه ثلثات وحمصيه في الفرن وكل من الصلطة دي على مسئوليت زي التاكو كده اه 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 اخوانا في تونس والمغرب والجزائر بيشو الفلفلة كلها على حيطة زي ما قلت في البداية وتتحط في كيس نايلون وتتقشر تتضرب في الكابة مع التحيضة والفلفلة الحلوة اللي هي الهريسة تعال نضرب ده في الخلط يلا والنبي يا سيزر حبي بتبينت بتحلالي بداتني وقت الديادة هستاهل ولا ماستاهلش اه طلبة باشتغل بدون وقت قاعد بلعب نزلوا الشاشة عليها تعالوا شغل الكابة مع بعض اشتركوا في القناة الله عليك بنت حلال والله كنت لسه على لساني بص على الحلوة بالله عليك بص على الحلوة بص على الشعاوة تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد دي تبرد تكلش منها غلى ما تبرد باستعجيلك كل منها اه مطبخنا النهاردة هو سمك ولما نقول خليها سمك النهاردة بالتأكيد مع المغاز فيه تفاصيل كتيرة جبنا كيلو من الجزل عملناها صانية بالايه بالفريك وجبنا شوية جندفل حلوين عملنا عليهم مراجعة تامة وشيكنا عليهم عشان الجندفل له مشاكل كتيرة وعملناها جندفل بالكريمة مع الكرافس والخضرة اللي حشفناها مع بعض والتكنيك عملنا متابل الفليفلة الحلوة في وقت قليل جدا وعرفنا ازاي نخلص من السخونية بتاعت الحاجة باضافة دبس الرمان والطحينة وعصير اللامونة عشان ما تدعيش عليها وانا عارف ان انتم مش بتدعو عليها بتدعو لي رؤيا فن ابداع بتشوفوا كل يوم عشيشة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة